بنظرة بسيطة جدا على تاريخ الدوريات الخمس الكبرى اللي بالمناسبة أصبحت بعضها مهدد يعني الموضوع ليه رانكينج وليه أرقام وليه تقييمات معينة لكن خلينا نتكلم على الكراسي الموسيقية تبادل الأدوار في فترة من فترات ممكن تكون تتلاقي الدوري الإيطالي هو المتسايد هو المتصدر ومن بقية تيجي دوريات تانية زي الإنجليزي وزي الأسباني وزي الفرنساوي وزي الألماني فترة من فتراته يمكن المرحلة دي كانت أكترها قمة النطج والمستوى لكريسيانو رونالدو وليه ميسي فترة دي كان الدوري الأسباني صعب جدا أن أي دوري ينفسه لكن في العشرة السنين الدوري الإنجليزي اللي كان زي ما قلت لكم بعيد جدا جه عشان يكون أهم بطولة محلية على مستوى الأندية في العالم كله ويتصدر المشهد لسنوات سنوات ويقدر وتقدر معاه الأندية الإنجليزية إنها تطور وتعظم من قدراتها وده نقطة أساسية وارتباط أصيل بين نوع المنتج شكل البطولة وتطور قدرات الأندية على تطوير ذاتها نهاردة بنشوف أندية زي تشيلسي زي السيتي زي ليفربول حضرة بشكل أساسي في المشهد الأوروبي وبتوصل لقب دوري الأبطال لو رجعت الأول الألفية هتجد أنه نفس المشهد ده كابي بيس بس كان إيطالي كان اليوفي كان الميلان كان الإنتر وهكذا فأي الفكرة بتبتدي دايما بالبطولة المحلية إزاي تقدر تطورها وإحنا طبعا خلاص عد تنازلي ربطة انتخابات إيه المنتظر في الموسم الجديد المنافسة اللي بتحصل حواليك واللي يمكن شوية شوية ده مش شوية ده كتير نجاحات الأهلي على مستوى الدولي وعلى مستوى القري مغطية شوية على نواقص كتير أو مشكلات كتيرة جدا في المنتج المحلي أو البطولة المحلية هنتكلم عن ده وبالتأكيد هنتكلم عن قط اللبس في النادي الأهلي والموسم الجديد وموسم أول لمارسل كولر مع ديوفنا محمد الباز وحمد الشناوي محلل الكرة العالمية مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم أهلا وسهلا بيكم حميدة طبعا أهلا وسهلا بيكم أهلا وسهلا بيكم نور الدنيا محمد الباز بعد الغياب احنا ايه آخر مرة قابلنا في رمضان يا رجل اه كان في رمضان بس السادسة مع بعض على طول طبعا طبعا أخبارك ايه كله تمام كله تمام خلينا نبتدي الأول بالأهلي بما أنه يعني الشغل الشغل الأهلي والنهاردة والمسابقة لسه قدامها تقريبا شهر من النهاردة عشان تبدأ ولسه غير واضحة المعالم زي ما بيقولوا خلينا نبتدي بالأهلي ومركاته الأهلي موسم انتقالات صيفي سواء صفقات بيع وصفقات شراء أو صفقات عودة من أعراض أهم الأسماء من وجهة نظركم ومين أكتر الأسماء اللي انتوا ترهنوا عليها إنها مع مارس الكولر تكون إضافة قوية جدا لسكوادر أهلي في الموسم الجديد تسمح لي أبدأ بحمادة طبعا والله أنا شايف أن المركاته في المادر أهلي السنة دي مركاته كويس وبيتحرك الأهلي ومارس الكولر بالأخص بيتحركوا بشكل مش كمي ولكن هو تدعمات في مماكن معينة وده وفقا للسيستم المحدود هو فيه طبعا أندية كتير بتروح تشتقي كم العيبة كبير والحاجات دي بتبقى بالنسبة للجمهور مش مقلقة بالعكس هو الجمهور بيحب الحاجات دي أو الجمهور نفسه يصحى في يوم يقولك الأهلي مثلا تعاقد مع عشر لعيبة ولكن الناس فاكرة أن دي حاجة كويسة ولكن لا طول ما أنت عندك قائمة رأسية من اللعيبة وقائمة هي أحسن لعيبة في مصر فأنا مش محتاج أن أتحرك في حاجات كتير لا أنا محتاج أتحرك في حاجات معينة والأهلي فعلا بيتحرك بيتحرك بشكل مثلا كلاس A وكلاس B وشفنا مثلا الأهلي مبارح تعاقد مع صلاح محسن أو رجعوا تاني من الأعارة كويس وشفنا كمان الأهلي تعاقد مع إمام عشور وشفنا تعاقد مع رضا سليم دول أبرز الصفقات اللي جادت طبعا مع كريم ندفت وهالأهلي كمان طيب أنا أقف بشوية في حتة الكام والكيف دي يعني حاببا أنا عارف أنك في ألمانيا طبعا يعني محدش لا يوعل عليك بس بالتأكيد طبعا بتتبع الدولة الإنجليزية وبالتأكيد معظم الأندال الكبيرة السنة دي يعني أنا بتتبع الميركاتو مش شايف موسم انتقالات من ناحية الكام اللي تقدر تقول عليه يعني الريال باستثناء بيلنجهام مش شايف حاجة تصنع الفارق في الريال الباير باستثناء هاريكين مش شايف حاجة برضو أراهن في مثلا في رغم رحيل طبعا جوندجان ورحيل رياض محرز لكن أنا بشوف أن لوكاس باكيتا صفقة من العارة تقيل جدا في المان سيتي كوفا زيتش طبعا سي في محترم جدا يعني لما تيجي تتكلم عن سيتي كوفا زيتش لا يرضي طموح مشجاة سيتي اسم كبير ومهم وكل حاجة بس يعني ما هوش فبرضو الناس الأندال كبيرة واللي كمان عندها قدرات شرائية كبيرة جدا ما بتعملش المركات اللي هو بقى بالعشر لعيبة والتمان لعيبة بالضبط لأنه هو الفكرة بيقوم على النيتس احتياجاتك احتياجاتك ايه للسكواد ايه النواس اللي عندك ايه اللي انت محتاجه يكمل بيه المنظومة كلها الفكرة بتقف هنا هو أنا مش محتاج أن أنا يعني أستكتب خمسة سبعة عشر لعيبة وخلاص من ناحية الكم وارضي بيه الجمهورة وارضي بيه مثلا الإدارة وارضي بيه أي حد لا خالص الموضوع بيقوم على تحليل معين أنا محتاج ايه المدرب شايف هو احتياجاته فين بالضبط مين اللاعب اللي هيصنع الفارق اللي هيضيف معه يعني مثال زي ما قلت الزاحمد مثال مثلا البايان البايان السنة دي هو بتكلم فيه صفقتين فقط مهمين هاريكين بتكلم فيه المدافع النابولي اللي هو اللي يهتاو الرجل الكوري لأنه هو عارف فهو عنده مشكلة في قلب الدفاع دي لغة السنة اللي فاتت طبعا وبعد حص شوات إصابات في الظاهير الأيمن وبعد كده حاب أنه هو يدعم صفوفه فعارف هو مشكلته فين بالضبط فتقريبا أنا أعتقد خلال الأيام الباقي رحل ساديو ماني؟ بالضبط يعني فكان هاريكين فهاريكين لأن ساديو مانيه ما قدرش أنه هو طبعا يحقق طمعا تموحات الفريق هو قدر أنه هو يلعب مرة يتعتمد عليه كتسعة صريح وما قدرش أنه هو يحقق دوت يعني ما قدرش يعوض غياب ليفندوسكي نفس الكلام اللي هنربطه بالنادي الأهلي بنركز على صفقتين أو ثلاثة مع عادة مثلا الاثنين لعيبة من المعارين سواء كان صراح مرسين أو كريم ندفد ولكن التركيز كله مثلا على اثنين أو ثلاثة أنا أعتقد أن الأهلي رايح برضو مركز على صفقة المهاجم اللي ده من الكلام عليه ففي النهاية في نهاية المركاته هتلاقي ويفن على ثلاث صفقات أساسية وفي لعيبة مثلا بترجع فري أو هكذا في هنا عامل متغير في منتهل أمام نوجة نظر وهو إزاي الأسماء دي حيستغلها أو حيوظفها مارس الكولر بالشكل اللي يخدم فكره وطريقة لعبه والشكل اللي يخدم في النهاية الأهلي وحتياجاته إحنا خمسة منهم عارفينهم يعني ندفد أكرم أكرم تعفيق كريم فؤاد حتى أمام عشور وانتخب مصر قبل كذا مالك وبعد كده ميتلند عارفين اللعيبة دي وعارفين إمكانياتها فين وعارفين نقطة القوة والضعف عندهم رضا سليم هو بالنسبة لنا المجهول وحيد هل تتوقع أن مارس الكولر مع اللعيبة دي هيتطلع أمشة جديدة حمادق هيتطور هنشوف نسخة مختلفة عن النسخ اللي احنا عارفنا قبل كده سواء في الصفقات أو في العائدون من أعراض طيب تعالوا نبدأ برضا سليم ونسأل سليم حمادق مركز النهاردة قوي على رضا وصلاح رضا وصلاح خلينا أقول لك أو نطرح سؤال طيب ما تجي نبتدي بصلاح عشان ما تيري البتاعته جاهزة أوكي خلينا نبدأ بصلاح طيب نبدأ الحكاية بتاع صلاح هو الراجل هو بيدور على مهاجم بس مش أي مهاجم هو الراجل عايز حاجات معينة في المهاجم أو بروفايل معين للمهاجم بتاعه حتى كمان الراجل مش باصص لأرقام ولا إحصائيات ولا الحاجات دي كلها لأن سهل جدا أروح أجيب مثلا مهاجم عملي 20 جول وفي الآخر يجي عندي ما ينسجمش ولكن مرس الكولر والمحل الأداء بتاعه اشتغلوا على حاجة معينة عشان يكون مناسب للسيستم بتاعه بحيث أنه هو يحط تصور معين للمهاجم عشان لما يتحط عندي فهو يكون مناسب للسيستم بتاعه لاتس يعني بالزبط هنا الفيديو ده أنا بتكلم على ممكن تلعبوا لنا الثلاث لعبات دول عشان هو فيهم ثلاث نقط أساسية حماد حابب يتكلم عليه طيب الحاجة الأولى اللي كان عايزة أنه هو الراجل يكون مهاجم مهاجم يعني إيه مهاجم يعني فينش يعني تحرك جواه 18 بالبلد كده يكون حرامي فبس صلاح محسن هنا بيتحرك صلاح لسجل أه صلاح لسجل هنا بيتوقع الكورة دي فكرة تتوقع أن انت تكون مهاجم معتاك دي لازم تكون موجودة في أي حد بس هنا الصرعة والتوقع توقع غلط من المدافع وجاب جون الحاجة الثانية ودي أهم حاجة محتاجها مرسي الكولر من المهاجم بتاعه هتخش على الفيديو اللي بعده هي فكرة اللينكوب أن انت كمهاجم تقدر تستلم وضهرك للمرمى وتقدر كمان تقدم التمرير المفتاحية لزميلك أن انت تشتغل الفيديو اللي بعده هتلاقي أن صلاح محسن عنده أكتر من لقطة بتوضح قد إيه أن الراجل فعلا مناسب للسيستم بتاعه الفيديو اللي بعده مش ده طب نروح الفيديو اللي بعد ده آه اللينك الفيديو بتاع ده الفولو ده الفولو لا أنا الراجل بيتوقع كويس بص هنا الكورة دي هنا دي كورة من الخلف هتتلعب صلاح اتحرك بص بيريحها ازاي دي هي الفكرة أننا أكسب الكورة العالية واعمل لينكوب مع الناس اللي تحت اوه عشان تاخدوا الكورة التانية هتلاقي حاجة تانية كمان ليه بص كسب الكورة العالية هو برضو هو اللي مريحة الكورة دي المحطة والأسست هو مريحة الكورة دي بص هنا الفيديو اللي هتخد فإذا صلاح محسن عنده بتتكلم على فكرة الربط مع الأجنحة ومع الناس اللي تحت عشرة على عشرة فدي عنده موجودة عنده الحاجة التالتة وهو ازاي بيتحرك وازاي بيطلب الكورة صلاح من أسكى اللعيبة اللي بتعرف تدرب اللوف سايد لأنه بيتحرك بشكل كتري وبشكل عرضي يعني هو من اللعيبة اللي ما بيتحركش بشكل عرضي أنا هنا ما عليش ممكن لو نرجع بس للكورة اللي فاتت دي مرة تانية أو هي هترجع الاستقبال ولا أروعة الترئيسة ولا أجمل الفينيش بس هو اللي محتاج شغل أكيد أكيد هو مش جاي كامل بس هو جاي عنده أساسيات بص هنا تحركوا ازاي بيطلب الكورة في ظهر المدافعين وكسر التسلل وكل حاجة فيه أكتر من لقطة بنفس الشكل وصلاح محسن لعيب الكورة تحت رجله ليها معنى الفيديو ده مهم جدا تكمل حتى دي في حتى معينة كده بتوضح لك ليه صلاح محسن ما بيقعش في اللوف سايد كتير وبيزبطها هتلاقي دائما لما بيجي بيتحرك بشكل كتري كده بياخد يوترني كده عشان يضرب اللوف سايد هي دي كل كنت بتكلم عليها من شوية بالزبط فهو على مستوى الحركة لا هو بيتحرك كويس وبيعرف يطلب الكورة كويس ودي من الحاجات اللي هي عايزة مرسل كولر في المهاجم بتاعه فإذن صلاح محسن هو مهاجم بالنسبة للمرسل كولر هو مناسب للسيط المطرق تتكلمني انت شوية على فكرة وخلي ناس مع رأي بس برضو فيها صلاح من اللعيبة هي يمكن دي تكون سمة عند معظم اللعيبة المصريين يا محمد بس يمكن فيه لعيبة ببنى فيهم أكتر وكتبت دردش في نقطة دي ما أحمد أهمني ناس مع ناحية نفسية فكرة انك انت تحس انك انت مطلوب او انك انت داخل في حسابات الجهاز الفني او انه جهاز الفني بيصق فيك وقدر يصبر عليك مرة واثنين وثلاثة صلاح من التركيبة دي صلاح من النوع ده لو خد الصقة دي يقدر يعني خد بالك فنلة النادي لأهلي يعني فيه لعبة كتير جدا ممكن تتقلق في حتة وتكسر الدنيا بس مع الأهلي شوفنا جاي قبل من بوليفار عامل شغل عالمي حتى بعد مريع جاي بعد عامل شغل عالمي بس في الأهلي القصة غير صحيح ومارسل كولر ما فيش حد فينا يختلف على التطوير النفسي اللي بيشتغل عليه وده شوفنا اتعكس على بيرسيتا وعلى حسين الشحات على أسماء كتير جدا جوا المنظومة في الأهلي فبنكلم على صلاح محسن لا هو واخد الصقة أكيد وكلنا صقة ان مارسل كولر باختياره اللي عودت صلاح شايف فيه الحتة دي ان هو عنده سبيس عنده مساحة للتطوير عارف ان هو هيوصل به لفين بالزبط زي ما تعرضت الحالات دلوقتي شوفنا لا هو في بعض المناصفات كمهاجم اللي ممكن يعتمد عليها فعلا كولر انا اعتقد بالأرقام لو بصنا على الموسم اللي فات في بعض الحاجات محتاجين انا عارف كولر رايح ان هو عايز يجيبها في مهاجم الا وهي الفينيشينج بالذات بالهيدنج بالرأس الموجود جوه بالزبط ليه لان احنا بالارقام احنا عندنا اكتر من 500 كروس عمل السنة اللي فاتت في الدولة الممتاز من نادي الاهلي 8 اهداف من الستة 63 هدف اي اكو خطة هدو 8 اهداف فقط بالهيدنج يعني همتكلم في كروسات او عرضيات او سواء كان حتى من كرات متحركة او كرات حتى سبتة ما قدرناش نستغلها بالشكل المزبوط ده ليه لأسباب كتيرة جدا اولا ما عندناش زيادة العددية في داخل 18 في البوكس مع الالتحامات الهوية واللعب بالهيدنج ما عندكش الراس الحربة ليه ده يخلص صراحة يعني دايما لما بتيجي تتكلم على مهاجم 9 مهاجم صندوق النس على طول الجمهور يقول لك انا عايز ستايل امبنزا فلافيو لابا كوجة عارف القطاية بتاعت عمر زاكي مثلا الهجام عنده قوة بدنية عنده تاكوف عالي يجيت تماما لألعاب الراس دي القطاية اللي بيفكر فيها جمهور الاهلي تقريبا يعني تقريبا يعني هو مش بس على فكرة المهور النادي الاهلي هو مارس الكولار على فكرة بيفكر في القطاية دي ويعني وبعض الأسامي المطروحة بتوضح ان مارس الكولار رايح للقطاية دي حتى كمان زي ما قلتلك من شوية ان الراجل مش باصص لفكرة الأرقام مش مهم عندي المهاجم وهو جاي او قبل ما ييجي يكون عامل أرقام ايه ولكن المواصفات دي لما تيجي وتتحط في السيستم بتاعي في وجود لعيب مثلا زي علي معلول في وجود مثلا لعيب زي ريدا سليم في وجود لعيب زي أحسن الشحات زي الناس اللي بتقدر تصنع كم فرص وهو الثمانتاشر اعتقد ان اي مهاجم حتى لو هو مستوى خمسين في المية مثلا يقدر مع كم الفرص دي يعمل له أرقام كتير في داخل الموسم هو اتكلم في دفعك كذا مؤتمر صحفي انه هو سعيد بانه احنا قوة تهديفية وافضل هجوم على مستوى أفريقيا وعلى مستوى داوي محالي لكن الصداع اللي عنده هو انه الأرقام اللي بنسجل والأداف اللي بنسجلها بنسبتها مش مقبولة مقارنة بعدد الفرص عندنا الكلام الـ XG احنا مفروض تبقى للأرقام نجي نحلل الفرص دي كلها هتلاقي معظمها بنفس الشكل هو الفينيشنج في اللمسة الأخيرة جوه البوكس معظم الأهداف اللي جبناها واللعبات اللي تلعبت دايما تلاقيها من العمق بتترمي من مثلا حسين الشحات لبيرسيتاو أو الدين الماكية اللي كده بنشوفها والتغيير المراكز كنا بنشوف بصراحة اختلاف كبير جدا في أرض الملعب شوفنا اللا مركزية يعني وده قدر مرسل كلر اشتغل عليه مع اللعيبة وده اللي خلي يا محمد كمان يعني انت تحس انه اغلب اهتمامات كولر برغم انك انت هجومين كنت مميز خدت كل الألقاب طبيعي جدا لما حد يكلمني انه هجومك في مشكلة اقول له انت عايز مني اي تاني يعني انا اكبر قوة اهديفية على مستوى الدوري المحلي اعلى معدل اهداف على مستوى دوري ابطال افريقيا واخد كل البطولات اللي انا فست عليها بس اثناء بطولة كاس العالم اللي مش مطلوب مني انه يجيب لقابها فمحدش كان في هجوم لكن واضح جدا ان كل التحركات الاهلي في المركات وبتاعه هدفها تدعيم الناحي الهجومية يعني انت بتتكلم على ريدا سليم لعب هجومي من وكان سبب في تتوية الجيش الملكي ببطولة الدوري امام عشور لعب نص ملعب لكن يعني اعتقد انه المهام الهجومية بتاعت امام هو مميز صبعا دفاعي لكن مهم الهجومية بتاعت امام كانت واحدة من اهم الحاجات اللي خلت مرس الكولر يتمسك بالصف عشان هو عارف ان هو قص فين يعني مرس الكولر عارف الحتة دي مثلا بعد رحيل حمد فتحي مين يقدر ان هو يعوض ده على رغم ان حمد فتح ما كانش ده دوره الاساسي وبدأ ان مرس الكولر يطور الحتة الهجومية وان هو يقلبه لتمانية او يزيد كمهاجم تاني شفناه بشكل كبير جدا ده تطور عمله مرس الكولر كد يعوضه طبعا اخذك لقط اللبس حمد عليش قبل ما اروح انت خلصت صلاح ولا عايز فيه حاجة لا صلاح طب قبل ما اروح لردى بس انا عايز اسألك على حاجة مهمة يمكن ما يحساش الجمهور بس وجود ست لعيبة الستة ممكن يكونوا اساسيين يعني امام حد شينك انه لعيب اساسي ردى اكيد لعيب اساسي اكرم توفيق اكيد لعيب اساسي كريم فؤاد اكيد لعيب اساسي كريم ندفد بالموسم اللي قدمه اللي فات يستحق يكون موجود اساسي لما كام على ستة اسماء دخل قط اللبس جديدة الموسم ده ده مش تشالنج بالنسبة للموديل الفني ومش تشالنج بالنسبة لحالة الاستقرار مساحة الادوار اللي كتواخدها لأسماء لقبل كده ممكن تبقى مشكلة ولا لأ بس تبقى مشكلة بس مع مدربين ولكن مع مرسي كولر ما اعتقدش انها ممكن تكون مشكلة وست اسامي موجودة في فرقة زي النادل اقال اعتقد انها عمرها ما تكون مشكلة ليه؟ لان انت الافريج بتاع الماتشوات بتاعك كل سيزن من ستين وطالع يعني انت اقل رقم ممكن تلعبه في السيزن هو ستين ماتش واعتقد انه ما فيش فيهم لعب يقدر يلعب ستين ماتش تسعين دي يعني دي مستحيلة انها تحصل الحاجة التانية ان انت بتلعب اربعة تلاتة تلاتة دي بتستهلك كم لعيبة في نص الملعب كتير فانت لما بعندك تلاتة وثلاتة ليهم دكة او بودلة اعتقد انها مش هتكون مشكلة كبيرة حاجة التالتة ودي مهمة بالنسبة لي هو فكرة الاعتماد على القياسات البدنية واعتمدها عامل مؤثر في التبديلات او ان اللعيب يلعب تسعين دي ده برضو شيء كويس الحاجة الرابعة والمهمة بالنسبة لي انا برضو كشخصيا يعني ان مارسي كولر ما شفتش لعيب زعل مثلا ان هو تبدل او ما شفتش لعيب زعل مثلا ان هو بيقعد دكة لا هو مارسي كولر مقنع ان هو يقولك لا انت مش موجود الماتش ده عشان واحد اتنين ثلاثة لان انت مش جاهز بدنية والجمهور لاحظ قبل كده ان كان فيه تغييرات كتير بتحصل ومحدش فهمها يعني كان مرة مثلا يطلع محمد هاني ازاي يطلع ويحصل لعف الماتش حسين الشحات ازاي يطلع ويحصل لعف الماتش لان فيه قياسات بدنية انا محترمها انا كمدير فني عشان اللعيب ده يكون مستمر معايا طول السيزن فمارسي كولر وفقا للشغل الفني والشغل البدني وقدرته على الاقناع اعتقد ان يعني ان عمرها ما تكون مشكلة ان يكون فيه ستة لعيبة حتى لو كانت ستة لعيبة دول جداد اعتقد ان عمرها ما تكون مشكلة في وجود مارسي كولر اهم اضافة هجومية من وجهة نظر الكباز في الموسم ده انا شايف ان كل واحد ليه دور هجومي بشكل كبير جدا يعني لو بنتكلم على ريدا سليم حتى ونتكلم على امام احنا ايه نقصنا في ريدا كان ليه تركيبة كده قماشة مع الجيش الملكي تتوقع انها تكون نفس التركيبة نفس الدور مع الاهلي ولا ممكن مع مارسي كولر تلاقي ريدا سليم مختلف هو اختيار ريدا سليم كانت اصلا قائمة على نفس القماشة أو نفس طريقة اللعب اللي هو كان باللعب اللي هو عارف هو حيضيف معايا فين الرجل في المساهمات في الاسيستف في احراز الاهداف عالي جدا بيساهم بشكل كبير جدا على ناحية الدفاعية ايضا الرجل بيلعب خط بنشوفه بيلعب جناح يمين جناح شمال عنده المرونة التكتيكية نقدر بتعتمد عليه في اكتر من مكان فاكيد اضافة هجومية لهجوم الاهلي حيبقى يكون بشكل شرس اعتقد كمان بخصوص احنا كان ناقصنا برضو يعني زي ما وضحنا الكرات العالية والضربات الرأسية ناقصنا التسديد من خارج المرمى مين اكتر حد يقدر يعملها دلوقتي في الاسكواد الجديد هو طبعا امام امام بيمتاز بالحتة دي التسديدات القوية من خارج المرمى عنده دقة عالية جدا فيها فهيقدر انه هو مع الزيادة الهجومية راجل بوكس تو بوكس برده برضو يساعدك في ناحية الدفاعية بس بل هنتكلم على ناحية الهجومية هو عارف ناقصنا ايه بالزبط فبالتالي ان الصفقتين حيكون لهم دور كبير جدا من ناحية الهجومية وقد يلعبوا دور كبير جدا في تحويل الفرص الكام الكبير دوت للاهداف هسألك نفس السؤال بما انك مذاكر رضا ومحضر له ارقام هل تتوقع انه وماشت رضا سليم يعني احنا شفنا الراجل حقيقة واحدة من اهمه وميزاته وقدرته على انه يطلع من العيبة اللي معاه افضل ما عنده بالزبط وبالتأكيد طبعا هو شاف رضا وتابع رضا والرضا مع الجيش الملكي حاجة واو هل تتوقع انه مع مارسل كولور يبقى فيه اختلاف يبقى فيه تطور سواء في الدور او في التمركز داخل الملعب طيب بص هو الموضوع تعال ان تجيبه من عندي كريم فوقات من عندي كريم اه 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 الناس دايما كانت شايفة او احنا كلنا كنا شايفين ان كريم هو ما هو الا جناح او بيلعب باكرايت حاضر الخط مش مطلوب منه اكتر من هو يعمل عرضية شفنا كريم مع موسماني او في السيزن الابل الاخير ده وشفناه مع انبي حتى بيلعب ناحية المين بيلعب ناحية الشمال هو هو نفس الدور ولكن لما جا مرسل كولر الراجل قال له لا انت مش هتحضر الخط انا عايزك تتمركز داخلية عايزك تتحرك ما بين انصاف المساحة وتكمل كمهاجم تاني انا عايزة اروح برضو لردى سليم في الحتة دي ردى سليم على مر الاربع سنين اللي لعبوا مع الجيش الملكي المركز بتاعه ما بيتغيرش بيلعب ناحية اليمين دايما حاضر الخط هو مطلوب منه انه يعمل عرضيات سيما بقى ايرلي كروس فار كروس قد باك كل انواع العرضيات هو مش مطلوب منه غير انه هو يصنع فرصة وده اللي منخلي ردى سليم على مستوى التهديف من غير رقالات جزاء وليل لكن امكانياته على فكرة في التزديد كويسة جدا ولو هنروح للارقام بتاع ردى سليم مقارنة بالعيبة النادي الاهلي او اجنحة النادي الاهلي والمهام المطلوبة منهم مع الاهلي هتلاقيها مختلفة تماما عايزك تغس ان ردى سليم عدد اللمسات اللي احنا بتشوفه ده هو مقارنة بين ارقام ردى سليم وارقام اجنحة النادي الاهلي بالزبط فين بقى معدل لمساتهم في الكورة في الموسم الاخير ده معدل لمساتهم في الكورة في الدوري في الدوري سواء كان المغريبي او المصري جوة 18 جوة 18 جوة البوكس هتلاقي ردى سليم عامل 35 لمسة بس جوة 18 بمعدل 1.5 في التسعين ديار بمعنى ان كل 180 ديار بيعمل 3 لمسات جوة 18 رقم طبعا بالنسبة للعيبة النادي الاهلي قليل جدا هتلاقي مثلا نحمد عبدالقادر عامل 69 لمسة جوة 18 بمعدل 5 كل 90 ديار بيرسي تاو 61 حسين الشحات 61 نفس المعدل عندك كمان علي معلول الباكليفت مش الجناح عنده 35 لمسة هو نفس معدل ردى سليم تعالى نعمل ماتشنج بقى مع الأرقام دي ونحط نحط بالك من حاجتين برضو يعني اهمني جدا ان انا بستعرض أرقامي زي دي واسمع رأيي بس برضو وفكرة انه الفعلية بقى يعني انا لمست اه لكن فنشت بقى سست او بهدف قد ايه دي مهمة نمرة اتنين انه اللعب للأهلي غير اللعب للجيش الملكي يعني عدد مباريات الأهلي تسمح لأي جناح عنده انه يوصل بغزارة فهم قصدي على فكرة ده عامل مساعد مش عامل عقق بالنسبة لردى سليم اي 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 فهمك اه طبعا بالضبط اوه بيالا الراجل جايب الدولي المغربي بردو مش ايد دولي يعني اه الواحد والله عرفين او الراجل مع مع الجيش الملكي عامل فكرة عامل 27 مساهمة ما بين أهداف وما بين أسيستات بس انا بتكلم في حتة هنا بتكلم ان نشوف كم اللمسات جوه 18 معناها ان نوريدا سليم هيكون قريب للمرمى كتير يعني هو كل ده وهو اصلا بعيد عن المرمى بعيد عن السندوق يعني كم الأهداف لما يستغل بطريقة مرسي الكولر هيبقى مطالب منه التواجد زي كريم ما انت ابتديت كده زي ما كريم بزبط كان بعيد عن السندوق ولكن لما قرب جوه السندوق احنا شفنا كم مساهمات مش طبيعي الكريم بالنسبة له اصلا عمر مسجل هدف اصلا قبل مرسي الكولر نهاردة كريم فؤاد عنده ثمان مساهمات تهديفية في معدل دا ما كملش ألف دقيقة هو احنا بنيين تصوراتنا احنا بيكلم عن مركاته على version 2 من مرسي الكولر انا دايما اول سيزن لقى مدرب باعتبره موسم تعرف تعرف على النادي والجماهرية والبطولات والمسابقات واللعيبة والإدارة فاهم قصدي سيزن 2 اكون حطيت ايدي على كل الامور اريد كل القماشة اللي معايا وبينانا عليها ابتدي يبقى عندي المساحة والحراية ان انا احضر اشوف انا محتاج ايه مين مش محتاجه مين محتاجه التقييم لللعيبة اللي موجودة معايا وهتكمل معايا الموسم التاني كل واحد النواص بتاعته اشتغى عليها عرفتنا لما هنفس في افريقيا بنافس مين بنافس في مصر فاهم فسيزن 2 بالنسبالي هو سيزن 1 الفعلي احنا متوقعين انه مارس الكولر يقدم الاهلي فرقة الاهلي وكورة الاهلي اللي احنا شفناها المسلم اللي فات ولا احنا متوقعين نشوف حاجة تانية خالص انا عايز اجاوب السؤال بقول لا هو مارس الكولر قبل ما ييجي للنادي الاهلي او يقرر ان هو يدرب النادي الاهلي ذاكر النادي الاهلي بشكل كويس جدا المدرسة السويسرية شوية مختلفة شبيهها بالمدرسة الالمانية عارفا ان هي انا رايح اتدرب النادي الاهلي وضع النادي الاهلي فين جماهريا افريقيا نادي بطولات عارف ان الجمهور ما بيرحمش عارف كل التحديات وضغطات بس ما شافش المنافسين وممكن يكون ذاكر الاهلي لكن ما ذاكرش منافسين بتوع ما ذاكرش منافسينه في افريقيا وما فهمش طبيعة المنافسة في ملاعب افريقيا وما فهمش طبيعة المنافسة في الدور المصري ولا شاف التحكيم في الدوري المصري ولا شافر الملاعب يعني أنت ما ممسكتش كل أوراق اللعبة أو كل كروت اللعبة في أديك بس الجميل أنه هو ذاكر اللعيبة نفسها الأهلي نفسه السكواد نفسه الدليل أنه إحنا شفنا قبل كده في الموسمين قبل كده حتى في آخر الموسم مع موسماني كمية الإصابات والمستشفى الأهلي اللي دائما كنا بنشوفه ما شفناش الكلام ده ليه مع مرسل كولر ليه ما شفناش ده لأنه فعلا نشتغل على القياسات البجانية وعشان كان معاه راحة برضو موسماني عشان ما نظلموش موسماني ما كانش بيرايح موسماني الموسم كانت يعني كلها موسماني جي من الدار للنارة على قبل نهاية أفريقيا مع الوداد وكمل مع الأهلي كونتينيوس ما وقفش اللحظة كولر جي على لعيبة واخد قرار من مجلس الدارة براحة من قبل ما السيزن اللي فاته ينتهي وإلى حد ما يعني في حالة جاب أو فجوة أو يعني بريك بين الموسمين أعتقد ده برضو أصل إيجابة شفناها أثناء الموسم وضغط المباريات برضو إزاي أنه هو قدر يشتغل بالروتيشن بشكل أكتر من رائع موضوع برضو أنه يكون عندي في كل مركز أكتر من تفرجت على شغله في ألمانيا مع نمسا الفريق مع المنتخب مع المنتخب النمسا وقال مهد الأندية في ألمانيا يعني بيشتغل بنفس الطريقة هو راجل فاهم هو بيشتغل عليه بالزبط دايما بيشتغل عامل نفسي هو قريب جدا من اللعيبة يعني في أحد البرامج تقريبا كنا مع حضرتك في أحد الأساطير الألمانية واتسأل السؤال إيه الفرق ما بين فيلر ومارسل كولر قالك أن فيلر شوية ممكن شوية طف شوية عنده الحتة اللي هي بيشتغل عليها النفسية مع اللعيبة شوية مش موجودة زي مارسل كولر مارسل كولر عارف هو بيشتغل نفسي إزاي شفنا ده مع يورجن كلوب شفنا ده مع مدربين تخل حتى فيه مدربين كبار نفس المدرسة الألمانية والسوسري بتقدر أن يتشتغل على العام المعين عند اللعيبة إزاي زي ما قال الشنوي دلوقتي حتة اللعب غير المنتالة عنده إنه بدأ إنه يقبل عدد الدقائق المشاركة خلاص أنا بقيت أشتغل في أوروبا ما عنديش بقى مشكلة أنا بشتغل بالدقائق دلوقتي أكون جاهز موضوع الروتيشن اللي شفناه ده كله بيقولك إنه هو اشتغل بشكل مزبوط جدا نذاكر الأهل بشكل كواس جدا عمل تحليل بتاعه على كل العوامل دي مش بس لنحية الفنية يعني متكلم على العوامل البدنية النفسية يعني إنت شايف إن ده سيزن 2 مش سيزن 1 أنا بالنسبة له عندي بقى تحدي في كمية البطولات والموتشات اللي جاية فيعني أنا مش عايز أقول لا أنا أقدر أحكم على مرسل لا أحن حكمنا على مرسل الكولر بشكل كواس جدا لا لا دي أكيد ما فيش مرسل الكولر فكره أو طريقته أو أسلوب اللعب اللي هو عايز يقدم به النادي الأهلي في السيزن مع كامل الاحترام للفوز بالألقاب وابتكلم على أسلوب وفكر مدرب في الملعب هل قدر يطبق دير نسبة 100% ولا في حاجات مناعته ومنتظر أنه يقدر يعملها مع السيزن اللي جاية هو في حاجات مناعته وبس هو يعني خلينا أقول أنه هو طبق من 60 إلى 70% من فكره اللي كان شغال قبل كده يعني سواء أنا تفرجت عليه مع بازل أكتر من موتش هو السيزن قريب جدا ولكن برضو خلي بالك طبيعة المنافسة مختلفة طبيعة الأوجهاء مختلفة حتى كمان الطابع الفني والتكتيكي لأفريقيا مختلف جدا عن سويسرا وعن ألمانيا وعن النمس مختلف عن كل الأماكن لأي لأن مثلا هنا في أفريقيا أنت في حاجتين أنت لو ضمنتهم أنت أعتقد أن أنت ممكن تاخد أي بطول إلا الكرات العالية والكرة الثانية أعتقد أنت لو ضمنت الحاجتين دول أنت ممكن تاخد وطبعا الكرات السابقة ضمنت الثلاث حاجات دول أنت ممكن تاخد بين بطولة الوداية تصعد للنهاية بالطريقة دي فالأهلي مثلا الوداية السنة دي ما كانش في أفضل حالته رغم كده وعن معاناة شديدة جدا على مدار البطولة من بدري على فكرة مش بس قدام قدام سانداونز ومع ذلك تمكن من أن يوصل بالزبط فهو الراجل على المستوى الفردي كان بيتطور يعني هو كان بيتعامل هو كان بيتكيف بشكل وإنت شخصيا عنيت يعني أنت في مرحلة المجموعات عنيت بالزبط فهو الراجل تطور يعني واحدة واحدة ووصل للبيك بتاعه في فترة إحنا كنا شفنا متعة أداء وشفنا كمان نتائج فيه سلسيات فيه ربعيات لا وكمان المنافسين بتوعك يعني مش أي حد فالراجل طبق فكرة آه طبق فكرة طبعا بنسبة كبيرة جدا الموسم الجديد هيعمل إيه لا الموسم الجديد أنا شايف أن الموسم الأولين هيشكل ضغط وعامل كبير عائق قدام مرسل كرة لأن طبعا التوقعات عالية لما أنت في أول سيزن ولسه مش عارف الأجواء ولا عارف طبيعة اللعين وعملت الشغل ده أما للسيزن التاني أنت هتعمل إيه هذا طبعا ده سؤال بيتطرح طيب هو إيه اللي حصل لتومس طوخل صحيح أنا نسي تسألك عشان كنت جبت سيرتو كده وانت بتجاوب على السؤال بعد الهزيمة آآ لا بسيق شائلهم ثلاثة في السوبر ألمانيا آآ هو فيه كلام راح ألمانيا ياخد بطولات وشد حيلا كاكين ويلا إحنا كلنا أهراء هو تعريبا المشكلة كونين طريقا هو أنا بنقول كده يعني كين خلاص كان على أمل ياخد أول بطولة يعني من سنين يعني منتظر أول بطولة هو فيه كلام كبير جدا يعني سمعت كلام الألمان بالذات عندهم قواعد سابتة كده صحيح الموديل الفني اللي ييجي يعني ما طلعشوا عندنا غير وهو بيبطل تدريب فهم سواء منتخب أو أندية المدربين هناك بيعضوا مواسم يعني عدد مواسم لكن ناجزمان طوماس طخل طخل يمشي ناجزمان يرجع مع أول دقيقة وفي حد مصري ماسك النادي اللي يوم دور وبعد أول دقيقة بتتويج الباير بالبونس ليجا باللقب البونس ليجا خلاص بعد خمس ده تم الإطاحة وفتت اللقب حتى السنة اللي فاتت يعني ما كانتش تطيعه في السنوان الأخيرة يعني بلوس دورتمند هو اللي فرط أكتر من فكرة اللي هو اللي كسب بس انت خلاص ضمانت اللقب وتم التتويج بعدها بخمس ده تم الإطاحة عرف الاهي وإنبي لما دوري ضعف هو نفس الشكل الموسم بس انت ان هم يطيحوا بحسن صالح حامدش المدير الرياضي وطبعا يعني المدير الرئيس التنفيذي طبعا أوليفر كان انت نكلم بعد التتويج بخمس دقائق ده طبعا لتصحيح المسار احنا كإدارة احنا إدارة قوية جدا سبرنا رضينا بتغيير ناجلس من في عز توهجه يعني الأرقام من النتائج الكبيرة جدا لا خسارة في في الشامبينس ليج وبدن بتمشي تجيب تخل ضمان يعني ان هو ما يروحش ريال مدريد أو أي فريق تاني لا انت غيرت السيستم يعني قدرت ان انت تبوز المنظومة بشكل مختلف هم صبروا عليه خلاص ضماننا اللقب بالسلامة خمس داعي شكرا أوليفر كان شكرا أوليفر كان حصل صالح حميديتش في نفس الدية وبدأ ان هو يعيد بقى توازن تاني طبعا لكن هم فيه سكة كبيرة في تخل للأمانة يعني هو يعني هو كلام ده كلام إعلام مع تاكتش ان حيعملوا نفس الغلطة ويجيبهم مجل سمان تاني ما تقدرش تحسبها يعني بطولة شفنا السيتي وشفنا فرقة كتيرة بتوع في السوبر أو البري سيزون بيبقى في شوية البطولات الدولية اللي هي الودية ديت وشفنا توتنهام شفنا حتى الماتش تخير أمام برشلونال يعني بطولات بتوبقى شوية ديقدر نقول حتى السوبر مش البطولة القوية أو هناك في ألمانيا زي الكاس دايما تلاقي البان منشم مش تركيزه هنا أكتر تركيزه تشامبونس ليك والبطولة الدولية طيب أروح معاكل المركاتو على مستوى الدولي شوية شايفين المركاتو إزاي وده هل يغير من الخريطة ويغير من شكل المنافسة في الموسم الجديد ولا يبقى الحلع على ما هو عليه لا طبعا طبعا خريطة التعقدات الموسم ده يعني خريطة هتغير طبعا في المنافسة بشكل كبير احنا شايفين بيرامدز بقى عاملة صفقات كبيرة جدا يعني جابوا ثلاث لعيبة من فيوتشر تققلوا جابين كمان مهاجم أجنبي أعتقد أنه هو هيكون هو المنافس الأول للنادي الأهلي على مستوى الدوري أعتقد ومتأكد جميعا بنسبة 100% أن بيرامدز هيكون المنافس شفنا المعام سكواد كويس الزمالك ما دخلش المركاتو بأي حاجة حتى صحوة على فكرة يعني بيرامدز من ساعة ما طلع يعني ساعة ما غير الهوية بقى اسمه بيرامدز طول عمره عنده سكواد كويس ويمكن يكون في فتراتك عنده سكواد أفضل من سكواد اللي موجود دلوقتي بس الزمالك وحش قصة من قصة سكواد قصة أن الزمالك وحش قصة أنه الزمالك ما عندهش سكواد يساعده أنه هو يكون في التوب فور يعني فيه أندية مصد جدول عملت ميركاتو أنا شايف أنه هو أقوى من الأسامي الموجودة داخل نادي الزمالك وده مش التقليل من نادي الزمالك ولكن دي حقيقة ورؤية فنية أنا شايفة ممكن أكون غلطة وممكن أكون صحة دي حاجة مش بتاعت يعني أنا أكتر نادي أتمنى أنه يعني يرجع هو الزمالك لأنه موجود الزمالك في المنافسة يعني سيبك من التتويج وإن أنا يهمني أن الأهل يكسب طبعا اللقب والبطولة لكن البطولة نفسها بيبقى فيها ليها طعم تاني طبعا أيه أهل زمالك يعني ما يبقى فيه أهلي وزمالك ويخش معاهم بيرامد زي ما أنت بتقول عامل مركاته كويس يخش معاهم طبعا الإسماعيلي صعب صعب الإسماعيلي بس يخش معاهم مثلا اتحاد يخش معاهم زد متوقعين حاجة لزد السنة دي زد يعني لو كان موسم كويس بالنسبة لي يعني أعتقد أنه يكون وسط جدول ويهرب عن دوامة الهبط أنا أشوفه في منتصف الجدول بالزبط وبالنسبة لي بيرامد مش جديد استكتاب لعيبة أو صرف مبلغ كبيرة بشوفها كل سنة يعني تقريبا بيختلف شوية من المراكز ولكن طبعا هو منافس وشوفنا آخر سيزة دي اللي يمكن نتكلم عليها شوية يعني فكرة أنك أنت يبقى شوية قط اللبس الدنيا فيها إلى حد ما مستقر يعني ممكن تبقى مشكلة بالزبط عندك أسماء كبيرة أورادي وتدخل عليها أسماء كبيرة فبقى الأسكوات كله مع عدم وجود جماهير لا بتبقى معادلة صعبة قدام الإدارة أنها تعمل كنترول على الدنيا صحيح قط اللبس طبعا الموضوع أن أنت بتخش عناصر جديدة على قط اللبس دي هو زي ما قلنا يعني هو المدرب عليه عامل كبير جدا طبعا قوة الشخصية أنه يقدر أنه يعمل الانسجام والهارموني ما بين كل اللعبة دي على فكرة احنا شوفنا حتى مراوان عطية دخل على طول في الأجواء ما شوفناش أي اختلاف حتى خالد حتى أي لعيب لفترة اللي فاتت ما شوفناش اختلافات كتيرة حتى صبيو حتى عدم مشاركاته مش كتيرة ولكن ما شوفناش أي مشاكل في قط اللبس سمعناش ما حسناش بها حاجة دايما في هارموني لعيبة حتى الأدام ما حسناش بها حاجة وأنا أتوقع ده حتى مع الصفاقات الجديدة هو الأهل منظومة معروفة حتى داخل قط اللبس بره قط اللبس إدارة قوية جدا تقدر أنها تحكم وتسيطر على أي حاجة طيب خلييني أخد منكم خطوط عريضة وبما أن حاجة نبدأ موسم جديد والكلام عن الرابطة وانتخابات واحد الأول تقييم كل الموسمين هل شايفين الرابطة نجحت ونجحت لأي مدى في فكرة أنها تقدم منتج الدولي المصري بالشكل اللي إحنا بنتمنيه ومحدش هيعمل التغيير في يوم وليلة لكن بالتأكيد الناس دي اشتغلت كانت لها بصمات عملت إنجازات تقييمكم عشان هكون أمين بصراحة الرابطة اشتغلت يعني اشتغلت وعملت كل حاجة تقدر تعملها ولكن طبعا مش ده المتوقع لأن الدور المصري أو المنتج المصري عموما هو مش محتاج رابطة تشتغل هو محتاج كل الناس تشتغل عشان تطلع منتج كويس يعني أحنا محتاجين جمهور محتاجين التصوير يكون كويس محتاجين إخراج كويس محتاجين تحكيم كمان كويس فكل ده الحاجات دي مش تقدر تعملها الربطة لو عادها ومش تقدر تعملها في يوم وليلة ولكن كجهد السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها لا بكل أمانة بصراحة الدوري بيحصل فيه تطور حتى لو كان التطور ده بطيء ولكن هو موجود فبصراحة شغلهم مواضح أنت ممكن تتحرك بطيء بس ممكن يبقى حواليك من ياسب تتحرك بسرعة السنة وبرده صحيح يعني هو أن الدوري ينتهي في الأسابيع الماضية كله بيبتدي دوريات يعني أنت بتخلص بطولتك والعالم كله بيبتدي أهو ده يعني أوكي فيه تحسن آه مش كبير مش كبير ولكن شايفين نحن على التراك بس انت تيجي من ناحية التانية تقلق بطولات جديدة يعني فيه بطولة في السوبر النيلم أسبق بطولات ثلاثة ولا اتنين جداد وكمان يلعب فيها أربع فرق بتعمل لود أكبر على الفرق يعني كنت تتوقع ممكن نهدى الموسم ده نعديه بنفس البطولات الموجودة ونبدأ بقى الابتكار من المواسم القادمة حمادة شايف الموسم اللي جاي أكتر حاجة ممكن تتحسب أو تحددها كتارجت للبطولة إيه يعني لو عايز تاخد الدوري بتطلع به هو بالتأكيد انت عندك مقاومات كبيرة عندك أندية عندك تاريخ عندك جماهرية وشعبية غير طبيعية لا تقارن بأي دولة في أفريقيا ولا في الوطن العربي عندك وماشا ومواهب عندك بطولات وطريق يعني إزاي تاخد البرودوكت ده أو البراند بتاع الدوري المصري ده وتطلع به الفوق إيه الأهم حاجات اللي تحصل من وجهة نظره الحاجات اللي تحصل هو سؤال بس يتطرح أو أنا عايز أبيع المنتج بتاع ده المين أو أديه فين ده السؤال المهم إنت عايز تخلج الدوري بتاعك يكون جوة بيت مصري والناس مهتمية فإذن أنت لازم تعمل حاجات أنا محتاجة أنجح منتج محليين الأول ده في الأول دي القعدة بتاعتي بالمناسبة على فكرة الدوري المصري مش هو نمرة واحد على مستوى المشاهدة في مصر هنا لأ النمرة واحد هو الدوري الإنجليزي 85% ييجي وراء بعد كده الدوري المصري 80% فإذا جوة بيتك جوة بيتك مش هو أفضل مش رقم واحد فإذا أنا أشتغل على أنه هو يكون رقم واحد في المقام الأول وبعد كده أشتغل على تسويقه برا مصر في البلاد العربية اللي حوالين فأنا عشان أعمل كده أنا لازم يكون عندي منتج قوي حماسي يجذب أي حد يجي يتفرج عليه فإذا أنا محتاج أن الجمهور يكون أكتر من كده الجمهور أهم حاجة محتاج يكون عندي تصوير أفضل من كده محتاج يكون عندي تحكيم محتاج يكون عندي إخراج محتاج يكون عندي منافسة محتاج يكون عندك دول جديد سريعا جدا بس همين يسمع التجربة الألمانية أنا أعتقد الألمان على مستوى أوروبا زي الدولة المصر هنا عندهم قندية كبيرة عندهم تاريخ عندهم إمكانيات عندهم لعيبة لكن مش هو نمرة واحد على مستوى الدولة الأوروبية مظبوط هو نفس الكلام دايما الدولة الألمانية أو ألمانيا ما بتفكرش بالطريقة مثلا على نفس النهج السعودي إن احنا نستقطب بقى لعيبة نجوم كبار جدا علشان أكسب مشاهدة أكتر وعمل منتج بقى مختلف عالمي أشد الجمهور للعالم كله ليه لا ألمانيا هي اللي بتخرج بتخرج لعيبة للدوريات كلها ولكن لا هو من ناحية الجمهورية من ناحية طبعا الإخراج من ناحية الملاعب من ناحية كل دوت لا بتمتاز بشكل كبير جدا لأنه فيه نجوم كبيرة جدا الدوريات الأخرى هي اللي بتدور جوه ألمانيا وبتستقطبهم بلينج هام وعد بقى واسماء كتيرة جدا فهنا هي ديت على كل تفصيلة من أو كل نقطة من اللي قالوها سويش الناوي أو الباز دلوقتي تحتاج حلقات وحلقات عشان ندخل في تفاصيلها ونشوف إزاي ممكن تطورها بتهيالي أكتر حاجة ممكن تركز عليها ربطة في السنة الجاية بعيدا عن ناحية تقنية الجمهور اللي بشوف إنه لو عاد إلى حد الماء بشكل واضح هيدي إصارة وهيدي طعم وهيدي شكل جديد جدا للدوري المصري استمتعت بيكم بعتذر لدي الوقت بس بشكركم على وجودكم معي حمد الشنان ومحمد الباز شرفوني نورتوني في السادسان النهار شكرا جدا شكرا جدا شكرا لكم يعني دعوة لبداية موسم بقى يكون ممتع ومبهج إن شاء الله بإذن الله سواء بره أو جوه عندنا هنا في مصر إن شاء الله أشكركم على المتابعة تحياتي ليكم بكرة حلقة جديدة في نفس المعاد السادسة دايما على شاشة الآن